مجزء اخباري من التلفزيون الجزائري اهلا بكم بداية ترأس امس السيد عبد المجيد بون رئيس الجمهورية القيد العلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يتعلق بالاوقاف وعروضا تخص متابعة تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة تحيين حضيرة الهواتف الذكية والسد الاخضر تقييما وافاقا بعد افتتاح السيد رئيس الجمهورية اشغال اجتماع مجلس الوزراء الذي تناول خمسة محاور ثم الاستماع الى جدول الاعمال وعرض السيد الوزير الاول لنشاط الحكومة خلال الاسبوعين الاخرين اصدى السيد رئيس الجمهورية جملة من الاوامر والتوجيهات اولا بخصوص مشروع قانون الاوقاف وجه السيد رئيس الجمهورية الحكومة بارجاء مشروع القانون وذلك من اجل تعميق الدراسة واطرائها وفق ضوابط جديدة لتسيير هذا القطاع الهام بخصوص التقرير المرحلية المتعلق بمدى تقدم الرقمنة سجل السيد الرئيس بارتياح المجهودات المبذولة في تقدم معدل رقمنة البيانات والمعطيات في العديد من القطاعات داعيا الى المزيد من التفاعلية والتنصيق بين القطاعات الوزرية خاصة في الشق المتعلق بسياستنا الاقتصادية المنتهجة حتى السيد الرئيس على بدل المزيد من الجهود والفعالية في تجسيد التوجيهات الهادفة الى تسريع الرقمنة بشأن مدى تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة اكد السيد رئيس الجمهورية على اهمية تطوير الطاقات المتجددة مع مراعاة الاليات والامكانات التكنولوجية لتحقيق انتقال تاقوي مدروس في ادق تفاصيله يراعي المصالح العليا للدولة والطاقات الموجودة حاليا حول تحيين حضرة الهواتف الذكية امر السيد رئيس الجمهورية بعدد دفتر شروط من اجل اطلاق مشاريع تركيب وتجميع الهواتف النقالة بالجزائر تشجيع الاستثمار في مجال الهواتفية ذكية بادماج الكفاءات الجزائرية الشبانية المتخصصة لتطوير تجاربها ورفع خبراتها من خلال عقد شركات سواء مع المتعاملين الحاليين في السوق الوطنية او الاجالب حول السد الاخضر امر السيد الرئيس بعدد دفتر شروط خاص بعملية اعادة بناء السد الاخضر باستحداث شركات شبانية تشتغل في مجال التشجير والري والعناية ومتابعة الاستغلال امر السيد الرئيس بان تعميم شجار السد الاخضر ينبغي ان يشمل مناطق الكثباني ايضا باعتبارها من المواقع التي مستها ظاهرة تقدم الرمال ليختتم مجلس الوزراء اشغاله بالمصادقة على مراسيم رئاسية بتكليف من السيد رئيس الجمهورية حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج احمد عطاف اليوم بالعاصمة الكينية نايروبي في زيارة رسمية وتأتي هذه الزيارة في اطار المساعي الهادفة لتعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين الجزائر وكينيا وكذا توطيد عرى التشاور والتنصيق حول تطورات الاقليمية والدولية في ظل ما يجمع البلدين من التزام ثابت باهداف ومقاصد الوحدة الافريقية وبالعمل الافريقي المشترك لرفع التحديات التي تواجه دول وشعوب القارة تعقد اليوم اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بإدار الإمام عبد الرحمن التعاليبي بالمحمدية ندوة خاصة بليلة الشك مباشرة بعد صلاة المغرب لترقب ثبوت هلال شوال لهذا العام التسع والعشرين رمضان الموافق لثامن أفريل الجارك عقد اليوم بوزارة السكن والعمران والمدينة اجتماع برئاسة وزير القطاع محمد طارق بالعريبي خصص لطي ملف برنامج عدل اثنين حيث استحسن النتائج المحققة التي أفضت إلى طيه في 38 ولاية كما شدد بالعريبي على ضرورة التسريع في استكمال آخر المشاريع الموجهة لبرنامج عدل اثنين في باقي الولايات ليتم انطلاق أو الانطلاق في برنامج عدل ثلاثة ووجه بالعريبي بوضع جندة زمنية لاستكمال هذه المشاريع مؤكدا أن الخبرة المكتسبة في إنجاز هذا العدد الهائل من المساكن مكنت المورد البشري من كسب معادلة السرعة في الإنجاز كما طلب الوزير أيضا استدعاء الشركات كوسيدار بازالب اللعمش وسترابا فورا قصد حلحلة جميع العرقيل والانتهاء من هذه المشاريع في أقرب الأجال وأمر بالعريبي المدير العام لوكالة عادل باتخاذ الإجراءات اللازمة لصب جميع شهادات التخصيص المتبقية في غضون الاسبيع القادمة خلال الزيارة أو زيارة تفقدية إلى ولاية مستغانة ما أكد وزير التربية الوطنية عبد الحاكيم بالعابد عن انطلاق التسجيل عن بعد في المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي الموسم المقبل بالعابد أبرز أنه سيتم العمل على تخفيف المناهج والبرامج الدراسية في الطور الابتدائي هذه المرحلة ببرامج مخففة ولكن بمواد كذلك هناك مواد ما تبقاش لكن بخصوص مواد الهوية ومنها التربية الإسلامية واللغة العربية هذه تبقى في كل أطور وفي كل مستويات لمسة بها فالتربية الإسلامية واللغة العربية بطبيعة الحال وهذا شيء بديعي أنها تبقى في السنة الأولى والابتدائي والسنة الثانية ذهبا حتى السنة الثالثة ثانوية ما فيهش نقاص لكن ستقلص عدد المواد إن شاء الله لما يقلص ستؤجل إلى مستويات أخرى ويفقى آليات مدروسة وتم إقرارها من طرف الخبراء وليس من طرف الإدارة يعني من إقرارها من طرف المنس الوطني للبرامج ومن طرف المفتشية العامة اللي عندها مفتشين بيداغوجيين مركزيين وكذلك من خبراء ساهموا وشاركوا في بناء هذه المقاربة وستتخفف هذه البرامج ابتداء من الابتدائي وهذا كان مطلب فيداغوجي مطلب تعليمي ومطلب الأولياء ومطلب المجتمع فالحمد للهرب العالمين أن وصلنا إلى هذا الهدف الذي سيكرس ويجسد مع بداية الدخول المدرسي المقبل إن شاء الله نظمت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مساء أمس إفطارا جمعيا لفائدة نزلاء مؤسسة عادة التربية والتأهيل بالقليعة مادبة الإفطار حضرها المدير العام لإدارة السجون سعيد زرب رفقة المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي والرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر ووجوه فنية وبالمناسبة دائما اختتمت الطبعة الرابعة عشرة لمسابقة حفظ وترتيل القرآن بمشاركة نحو عشرة آلاف نزيل من مختلف المؤسسات العقابية حيث تقاسمت المرتبة الأولى المؤسسات العقابية لكل من بسعادة القليعة وتزيب الزو دوليا وفي تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي يدخل يومه الخامسة والثمانين بعد المئة حيث استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي صهيوني على مناطق وسط وجنوب قطاع غزة مستهدفا منازل ومنشآت وآراض زراعية بمخيم الشجعية ومدينة رفح ومحيطها كما استهدفت غارات أخرى محيط المستشفى الكويتي ومخيم النصيرات هذا فيما استشهد وأصيب آخرون مساء أمس في قصف الاحتلال لمنشآت تجارية تؤوي نازحين في أبراج عين جلوت جنوب مخيم نصيرات وشمال رفح من جهة أخرى يعتقلت قواته لاحتلال فجر اليوم 23 فلسطينيا على الأقل خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة في محافظة الخليل وشمال مدينة توباس ومخيم عين السلطان بأريحة وطول كرم الذي فرضت فيه طوقا مشددا وانتشرت في مختلف محاوره حيث قامت بتجريف شوارعه مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال دبلوماسيا من المنتظر يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا لمناقشة عضوية دولة فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة بهذا مشاهدين نصل إلى ختام الموجز ألقاكم في نشرة الرابعة السلام عليكم